ازايكم؟ امليون ايه يا رب الجميعكم بخير؟ الفيديو بتاعي النهاردة هنتكلم عن حرف الطاق ازاي الطفل ينطق حرف الطاق حرف الطاق هو حرف انفجاري حرف انفجاري اسناني حرف انفجاري اسناني بنستخدم فيه اللسة والاسنان وخروج هواء طبعا تقعر اللسان اللسان بيكون عامل كده هو تقعر اللسان وخروج هواء طرف اللسان في مقدمة اللسة العلوية طا تمام؟ شبه حرف الطاق بس حرف الطاق اكثر قوة فيه تفقيم اكثر بنقول تاق او اللسان بيطلع حرفه طا طا تمام؟ التدريب طبعا بيكون قدام راية بنبدأ ندرب الطفل قدام راية تاني حاجة بنبدأ الحرف الطاق بننطقه بالفتح وبالقصر وبالضم طا طي طو ده حرف الطاق هو هنفرق بقى بينه وبنحرف التاق للطفل تا تي تو بسوا التاق مرقق شوية حرف الطاق مفخم طا طي تو تمام؟ حرف الطاق طبعا هنجيبه في كلمات في اول الكلمة زي طائرة طفل طاووس تمام؟ هنجيبه بعد كده في كلمات في وسط الكلمة زي كلمة بطريق بطا قطار 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 انا بحاول ايه آآ 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 يعني ازهر حرف الطا اكتر عشان يبقى باين تمام؟ كمان هنجيب حرف الطا في اخر الكلمة زي كلمة مش تا كمان هنجيب حرف الطا في كلمة متكرر أكتر من مرة طا ماطم مفخم شوية اختبوت بعد كده هنقول جملة حرف الطا زي طلبت المعلمة من الأطفال رسم طائرة وبعد كده الطفل يتكلم بقى أي كلمة فيها حرف الطا في قصة في حكاية كده يبقى حرف الطا حرف انفجاري مع خروج هواء الأسنان مع اللسة العلوية بنقول بيبقى هو شبه حرف الطا شوية بس هو مفخم أكتر لكن حرف الطا مراقق شوية هنطقه بالفتح وبالقصر وبالضم طا طي طو ده حرف الطا هو هنتفرق بقى بينه وبين التا هنطق التا هو تا تي تو تمام؟ ده نطق حرف الطا للأطفال نتقابل إن شاء الله وفيديو جديد ببقى الحروف مع السلامة